اخلص يا عمر ونم الموضوع وانقذ نفسك وانقذنا معك سفينة شحن وغيرت شركة كاملة بأسهمها تقع في الأرض والحقنها بالعافية قبل ما تنهاره مستني إيه تاني مستني يعملوا فينا إيه ما هو لو أنت مش فارق معاك أنا فارق معايا أنا عايز أحمي نفسي وأحمي بيتي إنما أنت برحتك اعمل اللي أنت عايزه ودي نفسك في دهيا لوحدك إنما ما تاخدناش معاك يا أخي موسيقى ما تليش كمان أصاب وطعبنا مشكلة شغل وتي عرفة إحنا عايشين في النظام دات ولمرنا كلها هيبا كويس بس أنتوا بقالكوا فترة مش مصبوطين مع بعض بقولك إيه؟ ما فيش أخبار جديدة من المستشوى الحمد لله الحالة بقت كويسة مفتاح سوق كل يوم وبعدين أنت مبتصقش فيا ولا إياس يا عمر أتمنى يا عمر موسيقى ترجمة نانسي قنقر تا مش كنت تقولي كنت جيت استقبلتك في المطار كمان عرفت ان الكرمى راجعت من المغرب هو فيه ايه يا جماعة هو مش مفروض اننا مع بعض على حلوة على المرة بتزحلوني ليه من العملية الجديدة عايزين تلهم فوال واحدكو صح عملية ايه يا امي ايه الخبلال اللي انت فيه بقى كرمى هنا ولا اتعايز ايه بالزبط في عهد بنا واللي اكسره يبقى خايم صح يا زازة انت عارفة ايه مشكلتك انك بتخلطي المشاعر بالشغل هادي مشكلتك ايه وانا مش تمثال يا يوسف انا بني قدمي عندي مشاعر واقع حسيس وحاجات تانية كتيراوية من الاخر كده عايزة ايه انت عارف انا عوز ايه كرمى ضاعت كرمى بنتي ضاعت ومش رقعتين يعني ايه ضاعت ضاعت يعني ضاعت خلاص حبيبتي يا كرمى مسال فل يا مين باشا اهل الروم انا كلمت لحضراتك كذا مرة علشان انت مشغول طيب انا جبت لحضراتك الفلاشة عليها صور ست لحضراتك قدرت طاعة مني طيب يا سيدي شكرا في حاجة تانية لا مفيش بس انا حاس ان حالك مش مبسوط رغم ان انا جبت لك الصور انت صاحبني شغلانا وعملتا واخدت فلوسا عايز ايه تانية يلا مفضلك عشان عندي شغل طب على اموم لو احتاجت اي حاجة في اي وقت انا تحت امرك انا شغل شغل جبعي ايز اناك علشان كده يا كرمة طالبت مني أبعي الزازة برا مصر وأنا ساعدتها تعمل ده وليه كرمة تعمل كده من غير ما تقول لنا؟ علشان خايفة عليك يا عامي ومش عايزة أي حد يتقذي بسببها حبابتي يا بنتي أرجوكو أرجوكو عشان خطرين أرجعوا لي بنتي أنا ما ليش غيرها في الدنيا أب ما تخافيش يا زازة إن شاء الله هترجع أنا هقلب عليها الدنيا لغاية مرجع هالك يبهالك من تحت تقاطير الأرض يا حبابتي أنت أكيد كرمة مصطفى صدعني بالكلام عنك بس أنت تلعتي أجمل بكتير مال إيدك متلجأ أو يخضو مالك يا عمورات مالك يا عمورات مالك مالك مات ومالك مالك صحيح أنا مشغولة اليومين دول وقضينا عمرنا في الشغل لكن أنا لسه صافي بتاعت زمان اللي تفهمك وتحس بيك من غير حتى ما تتكلم بجد يا صافي ما بيش حاجة أنا بس مورق شوي أنت لسه مش بتقبل منصب الجديد طيب عضو خد وقت وراح وما كانش عشان مش عايزك تبقى وزيرة بالعكس أنا كان كل تفكيري أساعدك بس خفت أدورك بغير معصود طيب قل لي ما لك سرحان وما خرجتش تصهر زي كل يوم وتليفونك ما ردتش عليه طول اليوم ده مش مراد اللي نعرفه ولا إيه هو فعلا فيه موضوع شغلني وعاز أكلمك فيه يبقى إحساسي صح طيب قل لي مين اللي عامل فيك كده وانا نسفه لك بجد يا صافي ممكن تنسفه أحد عشان مديني ده محتاجك سؤال طبعا يا مراد إحنا مع بعض وجنبي بعض ضد أي حد في الدنيا طب يا سيدي جربني وشوف أنا حامله لا ده موضوع بسيط ضرائب قديمة منسية ولازم تدفع دلوقتي طيب يدفعها ولا هي ضرائب كبيرة هي فعلا ضرائب كبيرة المشكلة لأنها جتلي في وقت محتاجة أرتاح فيه متى العيش كل حاجة تتحل مش مستهلة تدخلي بنفسك على إذنك عندي مشوار مهم ترجمة نانسي قنقر